تكملة القسم الثالث من قصة إبراهيم النموذج الثاني للقصة الهاجالية نجم في الشرق لقد كان تارح موظفا عاليا في بلاطن مرود وكان له مقام عظيم عند الملك يحشيته لقد ولد ابن له والذي سماه أبرام لأن الملك قد رفعه إلى موقع سامن في ليلة مولد إبراهيم جاء الحكماء والمنجمون إلى بيت تارح وأكلوا وشربوا وابتهجوا معه في ذلك اليوم عندما غادروا البيت رفعوا عيونهم إلى السماء للنظر إلى النجوم ورأوا وشاهدوا نجما عظيما أتى من الشرق وجرى عرضيا خلال السماوات وابتلع الأربعة نجوم من الجهات الأربع دهشوا كلهم جميعا من هذا المشهد لكنهم فهموا المسألة وعرفوا أهميتها قال أحدهم للآخر هذا يدل فقط على أن الطفل الذي قد ولد لتارح هذه الليلة سوف ينمو ويكون مثمرا وسوف يحوز ويمتلك كل الأرض هو وبنوه إلى الأبد وهو وبذرته سوف يذبحون ملوكا عظماء ويارثون أراضيهم راحوا إلى منازلهم تلك الليلة وفي الصباح استيقظوا باكرا واجتمعوا في مقر لقائهم تحدثوا وقال أحدهم للآخر انظر المشهد الذي قد رأيناه الليلة البارحة مخفي عن الملك هو لم يتم إعلامه به وينبغي أن يصير هذا الشيء معلومة له في الأيام اللاحقة سوف يقول لنا لما أخفيتم هذه المسألة عني ثم سنقاسي كلنا الموت الآن دعونا نذهب ونخبر الملك بالمشهد الذي قد رأيناه وتفسير ذلك وسنكون صافين من هذا الشيء وذهبوا إلى الملك وأخبروه بالمشهد الذي قد رأوه وتفسيرهم له وأضافوا نصيحة له أن يدفع قيمة الطفل لتارح ويذبح الرضيع طبعا لذلك أرسل الملك إلى تارح وعندما جاء تحدث إليه لقد أخبرت أن ابنا قد ولد الليلة الماضية وشهدت علامة عجيبة في السماوات عند مولده الآن أعطيني الصبية لكي نذبحه قبل أن يأتي الشر علينا منه وسأعطيك ملأ بيتك فضة وذهبا عوضا عنه فأجاب التارح هذا الشيء الذي قد وعدتني به مثل كلمات قالها رجل لبغل قائلا سأعطيك كومة عظمة من الشعير بيتا كاملا منه بشرط أن أقطع رأسك فأجاب البغل ماذا سيكون استعمال الشعير لي إذا قطعت رأسي من سأكله عندما تعطيه لي هكذا أيضا أنا أقول ماذا سأعمل بالفضة والذهب بعد موت ابني من شيرثني لكن عندما رأى تارح كيف اشتعل غضب الملك عليه عند أولئك الكلمات أضاف مهما ابتغل الملك أن يفعل لخادمه سيدعه يفعله حتى ابني في تصرف الملك بلا قيمة عوض هو وأخوائه الأكبر تحدث الملك رغم ذلك قائلا سأشتري ابنك الأصغر بثمن فقال تارح جوابا فليعطني الملك ثلاثة أيام لنظر المسألة والتشاور حولها مع أسرتي فوافق الملك على هذا الشرط وفي اليوم الثالث أفصل إلى تارح قائلا أعطني ابنك بثمن كما تحدثت إليك وإن لم تفعل هذا سأرسل وأقتل كل ما لديك في منجلك لن يكون هناك كلب متروك لك ثم أخذ تارح الطفل الذي ولدته أمته له في هذا اليوم وجاب الرضيع إلى الملك وأخذ منه القيمة وأخذ الملك الطفل وضرب رأسه بالأرض لأنه ظنه إبراهيم لكن تارح أخذ ابنه إبراهيم مع ابني أمه ومرضعته وأخفاهم في كهف وحمل المؤنى لهم مرة في الشهر وكان السيد الرب مع إبراهيم في الكهف ونمى لكن الملك وموظفيه ظنوا أن إبراهيم ميت وعندما صار عمره إبراهيم عشر سنوات خرجوا هو وأمه ومرضعته من الكهف لأن الملك وموظفه قد نسوا شأن إبراهيم في ذلك الزمن عصى كل سكان الأرض السيد وجعلوا لأنفسهم لكل رجل إلهه آلهة من الخشب والحجر التي لا تستطيع التكلم ولا السمع ولا التنجية من الكرب كان الملك وموظفه وتارح مع أهل بيته أول من عبدوا صور الخشب والحجر صنع تارح 12 إلها من الحجم الكبير من الخشب والحجر مقابلين للـ 12 شهرا للسنة وقدم لهم الإجلال شهرا لكل واحد بالدور عنوان المؤمن بالحق ذات مرة ذهب إبراهيم إذا معبد الأصنام في بيت أبيه لتقديم القرابين لهم ووجد واحدا منهم تحديدا بالاسم يسمى ماروماث المصنوع من الحجارة منطرحا على وجهه أمام صنم ناحور الحديد كان صنم ثقيدا جدا عليه لكي يرفعه وحده فنادى أباه لمساعدته على إعادة ماروماث إذا مكانه بينما يتناولان الصورة إن خلعت عن رأسها فأخذ تارح حجرا ونحت ماروماث آخر واضعا الرأس الأول على الجسم الجديد ثم استمر تارح وعمل خمسة آلهة أخر وسلم كل هؤلاء ذي إبراهيم وأمره ببيعهم في شوارع المدينة أسرج إبراهيم بغله وذهب إلى الخان حيث تجار من فندانا في سوريا قد استراحوا في طريقهم إلى مصر لقد أمل التخلص من سلعته هناك عندما وصل الخان تجشأ واحد من الجمال الذين يعودون إلى التجار فأخاف الصوت البغلة بحيث هرب لا يلوي على شيء وكسر ثلاثة من الأصنم لم يشتر التجار الصلمين الصحيحين فقط منه لقد أعطوه كذلك ثمن المكسورين لأن إبراهيم كان قد أخبرهم كم هو محزون للظهور أمام أبيه بمال أقل مما توقع أن يحصل عليه من عمله اليدوي جعلت هذه الحادثة إبراهيم يفكر مليا في عدم جدوى الأصنام وقال لنفسه أي شر هذا الذي يفعله أبي أليس هو إله آلهته لأنهم ألم يأتوا إلى الوجود بسبب نحته وصقله واختراعه هل هم أجروا بعبادته إياهم من عبادتهم إياه رأيا أنهم عملوا يديه مفكرا هكذا وصل بيت أبيه ودخل وناول أباه مال الصور الخمسة وابتهج طارح وقال مبارك أنت من آلهتي لأنك قد جبت لي ثمن الأصنام وجهدي لم يكن هباء لكن إبراهيم قال مجيبا اسمع أبي طارح مباركة الآلهة منك لأنك إلههم منذ شكلتهم وبركتهم هلاك ومساعدتهم اغطرار لأنهم حتى لا يساعدون أنفسهم فكيف يقدرون على مساعدتك أو مباركتي تنمى غضب طارح على إبراهيم لأنه لا فضى مثل هذا الكلام ضد آلهتي وإبراهيم مفكرا في غضب أبيه تركه وخرج من البيت لكن أباه ناداه معيدا له وقال اجمع بشارة خشب البلوت ملاحظة من عندي النص مكتوب هكذا وإن كنت اعتقدت أن الكلمة يجب أن تكون نشارة ولكني سأقرأها كما هي نهاية الملاحظة اجمع بشارة خشب البلوت الذي صنعت منه صورا قبل أن تعود وجهز لي عشائه استعد إبراهيم لتنفيذ أمر أبيه وأخذ البشارة ووجد صنما صغيرا بينهم الذي حملت جبهته النقش الرب باريسات لقد ألقى القشورة في النار وألحق بها باريسات قائلا انتبه احذر الباريسات أن لا تخرج النار حتى أعود إن اشتعلت بمستوى منخفض أنفق عليها واجعلها تشتعل ثانية متحدثا هكذا ذهب خارجا عندما عاد إلى الداخل ثانية وجد باريسات منطلحا على ظهره محترقا بشدة مبتسما قال لنفسه فالحقيقة باريسات يقدر أن يبقى النار مشتعدة ويجهز الطعام وبينما كان يتحدث كان الصنم قد التهم وصار رمادا ثم أقض الصحون إلى أبيه وأكل وشرب وكان سعيدا وبارك إلهه مارومات لكن إبراهيم قال لأبيه لا تبارك ربك مارومات بل بالأحرى ربك باريسات فقد كان هو من بمحبته العظيمة لك ألقى نفسه في النار لكي تطبق وجبتك صاح تارح أين هو الآن فأجاب إبراهيم لقد صار رمادا في لهي بالنار فقال تارح عظيم هو السلطان باريسات سأعمل النفس آخر هذا اليوم وغدا سيحضر لي طعامي أضحكه كلام أبيه ذلك في عقله لكن روحه كانت حزينة على عناده ومضى في إيضاح آرائه في الأصنام قائلا أبي لا أهمية للصنمين الذين تباركهما شلوكك غير عقلانيا لأن الأصنام القائمة في المعبد المقدس أجر بالعبادة من صنمك فزوشيوس صنم أخي ناحور أكثر جلالا من مارموث لأنه صنع ببراعة من الذهب وعندما يقبره سوف يعمل من جديد ملاحظة المترجم من نفس مادته نهاية الملاحظة لكن عندما سيصبح مارموث ضعيفا أو يتحطم إلى شضايا لن يجدد لأنه من الحجر والرب جاوف الذي يقف فوق الآلهة الآخرين مع الزوشيوس أكثر جلالا من باريسات المصنوع من الخشب لأنه صيغ من الفضة وزخرفة الرجال لإراءة روعته لكن باريساتك قبل أن تعامله بنفسك كإله بفأسك كان متجذرا في الأرض واقفا عظيما ورائعا بعظمة فروعه وأزهاره الآن هو جاهز وذهب ماءه من ارتفاعه قد سقط إلى الأرض من العظمة انحدر إلى الدناء ومظهر وجهه إظمحله وهو نفسه قد احترق في النار والتهمته حتى صار رمادا ولم يعد بعده ثم تقول أنت سأصنع لي آخر هذا اليوم وغدا سيجهز لي طعامي أبي فراغ أكمل إبراهيم وقال النار أجر بالعبادة من آلهتك المعمولة من الذهب والفضة والخشب والجر لأنها تلتهمهم لكن أيضا النار لا أدعوها إذاهن لأنها خاضعة للماء الذي يطفئها لكن أيضا لا أدعو الماء إذاهن لأنه يمتص من قبل الأرض وأنا أنادي بأن الأرض أكثر عظمة لأنها تتغلب على الماء لكن أيضا لا أدعو الأرض إذاهن لأنها تجف بالشمس وأنا أنادي بأن الشمس أعظم من الأرض لأنه كلمة هي الإنجليزية موجودة هنا ينير العالم كله بأشعةه لكن أيضا لا أدعوه إذاهن لأن ضوءه يحجب عندما يأتي الظلام فوقه ولا أدعو القمر والنجوم آلهة لأن ضوءهم أيضا ينكسف حين يمضي وقته لمعانهم لكن أصغ إلى هذا أبي تارح ما سأعلنه لك الرب الذي قد خلق كل الأشياء هو الرب الحقيقي لقد أرجن السماوات وذهب الشمس وأعطى التألق للقمر وكذلك النجوم هو يجعل الأرض جافة في وسط مياه كثيرة وكذلك إياك قد وضع على الأرض ولي أراني نفسه في تشوش أفكاري ملاحظة من أندي يبدو أن أسم زوشيوس وجوف طبعا هما إسمان لإلهين معروفين عند الأغريق والرومان في زمن كتابة هذا النص لأن زوشيوس هو في الحقيقة زيوس إله اليونان وجوف هو إله الرومان أو جوبيتر نهاية الملاحظة عنوان محطم الأصنام لكن التارح لم يمكن إقناعه وكإجابة على سؤال إبراهيم من أمان الرب الذي قد خلق السماء والأرض وأطفال الرجال أخذه إلى البهوي حيث وقف إثنى عشر صنما كبيرا وعدد كبير من الأصنام الصغيرة مشيرا إليهم قال ها هم أولئ الذين خلقوني وأيضا أنت وكل الرجال على الأرض وسجد أمام آلهته وغادر البهوة مع ابنه ذهب إبراهيم من هناك إلى أمه وتحدث إليها قائدا انظري أراني أبي هؤلاء الذين قد عملوا السماء والأرض وكل أبناء الرجال الآن لذا عجلي واجربي حملا من القطيع واصنعي منه لحما لذيذا لكي أقدمه إلى آلهة أبي لعل بذلك أصبح مريا علي منهم ففعلت أمه طبقا لطلبه لكن عندما قدم إبراهيم القربان إلى الآلهة رأى أنهم ليس لهم صوت ولا سمع ولا حركة ولا أحد منهم مد يده ليأكل ملاحظة من عندي هذه نفس الصفات التي تنطبق على إله الإسلام حيث أنه لا يتكلم ولا يرد ولا نسمع له حسا ولا نسمع له إجابة نهاية الملاحظة هزأ إبراهيم بهم وقال مؤكد اللحم الشهي الذي حضرته لم يرضيكم أو ربما كان قليلا جدا بالنسبة إليكم لذا سأحضر لحم شهيا طازجا غدا أفضل وأكثر وفرة من هذين لأرى ما سينتجه من ذلك لكن الآلهة بقيت صامتة وبلا حركة أمام القربان الثاني من اللحم الممتاز الشهي كما أمام القربان الأول وحلت روح الرب على إبراهيم وصاح وقال وإذن لأبي وجله الشرير الذين قلوبهم قد مالت كلها إلى الغرور الذين يعبدون أصنام الخشب والحجر التي لا تقدر أن تأكل أو تفتسم أو تسمع أو تتكلم التي لها أفواه بلا خطاب عيون بلا رؤية آذان بلا سمع أيض بلا حاسة لمس أرجل بلا حركة ملاحظة من عندي هذه الصفات بالضبط تنطبق على إله إبراهيم وإله المسلمين وإله اليهود والمسيحيين جميعا لأن إلههم لا يتكلم ولا يرد على الأسئلة بل هي مجرد نصوص مكتوبة على ورق توارثوها عبر الأجيال وبالتالي هذه قصة إبراهيم هنا تبدو وكأنها خطواته الأولى نحو الإلحاد نهاية الملاحظة ثم أخذ إبراهيم سفنا وحطم كل أصنام أبه وعندما أنهى تحطيمهم وضع الفأس في يد أكبر إله بينهم كلهم وخرج تارح سامعا ارتطام السفن بالحجارة ركض إلى غرفة الأصنام ووصل إليها في اللحظة التي كان قد غادرها إبراهيم وعندما رأى ما قد حدث أسرع وراء إبراهيم وقال له ما هذا الأذى الذي قد فعلت لآلهتي رد إبراهيم وضعت لحما دذيذا أمامهم وعندما جئت بقربهم لكي يأكلوا مدوا كلهم أيديهم لتناول اللحم قبل أن يمد الكبير يده للأكل هذا غاضبا منهم بسبب تصرفهم أخذ الفأس وحطمهم جميعا وترى الفأس ما زالت في يديه كما ترى التفت التارح إلى إبراهيم في غضب عليه وقال أنت تتحدث بالأكاذيب معي هل هناك روح ونفس أو قوة في هؤلاء الآلهتي لفعل كل ما قد أخبرتني به أليس قشبا وحجرا وألم أصنعهم أنا نفسي لقد كان أنت من وضع السفن في يد الإله الكبير وقلت أنه ضربهم جميعا أجاب إبراهيم أباه وقال كيف إذن يمكن لك أن تعبد تلك الأصلام التي ليس فيهن قوة لفعل أي شيء أتستطيع تلك الأصلام التي تثق فيها تنجيتك أي استطيعون سماع صلواتك عندما تدعوهم بعد تحدثه هكذا وبكلام مشابه حضر أباه لإصلاح طرقه والإحجام عن عبادة الأصلام ووثب أمام أبيه وأخذ السفن من الصنم الكبير وحطمه به وهرب عجل تارح إلى نمرود شجل قباله وترجاه ليسمع قصته عن ابنه الذي قد ولد له منذ خمسين عاما مضوا وكيف فعل بآلهته وكيف تحدث وقال الآن لذا ملكي وإلهي أرسل لك له ليمثل أمامك وعمل العدل معه طبقا للقانون لنسلم من هذا الشر عندما أحذر إبراهيم أمام الملك أخبره بنفس القصة كما قد حكاها لتارح عن الصنم الكبير الذي كسر الأصاغر منه لكن الملك رد الأصنام لا تقوم سواء بالتحدث ولا الأكل ولا الحركة فوبقوا إبراهيم لعبادة الأصنام التي لا تقدر أن تفعل شيئا ونصحه بعبادة إله الكون كان آخر كلامه إن لم يصغي قلبك الشرير إلى كلامه ليجعلك تهجر الطرق الشريرة وتعبد الإله الأبدي فسوف تمت في خزي في آخر الأيام أنت وشعبك وكل ما لهم علاقة بك الذين سمعوا كلامك وساروا في طرقك الشريرة أمر الملك بإبراهيم أن يوضع في السجن وفي نهاية عشرة أيام جعل كل أمراء وعظماء المملكة يمثلون أمامه وعرض عليهم قصة إبراهيم كان رأيهم أنه يجب أن يحرق ووفقا لذلك عمل الملك نارا جهزة لثلاثة أيام وثلاثة ديالي في فرنه بقاديشين وحمد إبراهيم إلى هناك من السجن ليحرق كل سكان الأرض قرابة تسعمائة ألف رجل غير النساء والأطفال جاءوا ليروا ما سيفعل إبراهيم وعندما أحضر تعرف عليه المنجمون وقالوا للملك مؤكد هذا هو الرجل الذي قد عرفناه كطفل عند مولده ابتلع النجم الأكبر النجوم الأربعة انظر لقد عصى أبوه أمرك واستهزأ بك لأنه أحضر لك طفلا آخر هو الذي قتلته كان تارح مرتعبا بشدة لأنه كان خائفا من غضب الملك واعترف بأنه قد خدع الملك وعندما قال الملك خبرني من نصحك بفعل هذا لا تقفي شيئا ولن تموت ابتهم هاران كذبا الذي كان عمره 32 عاما عند مولد إبراهيم بنصيحته بخدع الملك بأمر الملك جرد إبراهيم وهاران من كل ثيابهم سوى التكشيطة وربطت أيديهما وأقدامهما بحبار كالتانية وألقوا في الأتون هاران لأن قلبه لم يكن كاملا مع الرب هلك في النار وأيضا الرجال الذين ألقوه في الأتون احترقوا بألسنة اللهب التي اندلعت عليهم ونجى إبراهيم وحده من قبل الرب ولم يحترق رغم أن الحبال التي كان مقيدا إليها قد ألتهمنا لثلاثة أيام وثلاثة ديال مشى إبراهيم وسط النار وجاء كل خدم الملك وأخبروه انظر لقد رأينا إبراهيم متمشيا في وسط النار في البدء لم يصدقهم الملك لكن حين أيد بعض أمرائه الموثوق بهم كلام خدمه نهض وذهب للرؤية بنفسه ثم أمر خدمه بأخذ إبراهيم من النار لكنهم ما قدروا لأن ألسنة اللهب اندلعت تجاههم من الأتون وعندما حاولوا ثانية بأمر الملك أن يقتربوا من الأتون اندلعت ألسنة اللهب وأحرقت وجوههم بحيث مات ثمانية منهم ثم نادى الملك على إبراهيم يا خادم الرب الذي في السماء تعال من وسط النار وأقدم هنا ووقف أمامي وجاء إبراهيم ووقف أمام الملك فتحدث الملك إلى إبراهيم وقال كيف يتأتى أنك لم تحرق بالنار فقال إبراهيم مجيبا رب السماء والأرض الذي فيه أثق والذي يملك كل الأشياء في سلطانه قد نجاني من النار التي ألقيتني فيها نهاية النص ويرد المؤلف أحد المصادر وهو قارن مع الآيات وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماء والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم علم الأنعام 75 إلى 83 والآية واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال السلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقية فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عالية سورة مريم 41 إلى 50 والآية وإن من شعاته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني شقيم فتولوا عنهم البرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا بليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأشفلين الصافات الآيات 83 إلى 98 ملاحظات المؤذف السفن فأس قصيرة اليد غليظة تستعمل لنحاتة الخشب وتقشيره من قبل النجارين والنحاتين أرجن السماوات جعل لونها أرجوانيا مسألة النجم الذي يظهر في السماء ترد في النصوص المسيحية والإسلامية كعدامة على مولد الشخص المنتظر الذي يشاء الله أن يرسده حسب معتقدهم وكعدامات تقليدية على ميلاد النبي أو البطل كما يحل لبعض علماء الأديان الكلمة الأخرى وسنجد المسيحية في إنجيل المت تأخذ هذه الأسطورة لتستغلها في أسطورة ميلاد المسيحية سوع بن مريم ثم سيأخذها من بعدها الإسلام في كتب سيرة محمد وفي كتب الحديث اقتباس من إنجيل مت ولما ولد يسوع في بيت لحمة اليهودية في أيام هيرولوس الملك إذا مجوس من المشرقي قد جاءوا إلى أرشاليم قائدين أين هو المولود ملك اليهود فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنجد له فلما سمع هيرولوس الملك اضطرب وجمع أرشاليم معه فجمع كل الرؤساء الكهنة وكتبت الشعب وسألهم أين يولد المسيح فقالوا له في بيت لحمة اليهودية لأنه هكذا مكتوب بالنبي وأنت يا بيت لحم أرض يهودة لست الصغرى بين الرؤساء يهودة لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل حينئذ دعا هيرولوس المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي ومتى وجدتموه فأخبروني لكي آتي أنا أيضا وأجد له فلما سمعوا من الملك ذهبوا وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوقه حيث كان الصبي فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه فخروا وشجدوا له ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا ثم إذ أوحي إليهم في حلم أن لا يرجعوا إلى هردوس انصرفوا في طريق أخرى إلى كورتهم وبعدما انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائدا قم وخذ الصبي وأمه وهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك لأن هردوس مزمع أن يطلب الصبي ليهركه فقام وأقض الصبي وأمه ليذا وانصرف إلى مصر وكان هناك إلى وفاة هردوس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني حينئذ لما رأى هردوس أن المجوس سخروا به غضب جدا فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس حينئذ تم ما قيل بآرميه يا النبي القائل صوت سمع فرامة نوح وبكاء وعويل كثير رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين متى الفصل الثاني الآيات واحد إلى ثمانية عشر تعليق من عندي فعلا هذه القصة تشبه تماما قصة إبراهيم التي تحدثنا عنها نهاية الملاحظة وفي البخاري من حديث رقم سبعة فراغ وكان ابن الناظور صاحب إيذياء وهرقلة سقفا على نصار الشام يحدث أن هرقلة حين قدم إيذياء أصبح يوما خبيثا نفسي فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه أني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود فبينما هم على أمرهم أوتي هرقل برجل أرسل به ملك غسانة يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أم اختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمصة فلم يرمي حمصة حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الرومي في دسكرة له بحمصة ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يذبت ملككم فتبايع هذا النبي فحاصوا حيسة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالة آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري تعليق من عندي القصة واضحة الوضع وذلك أن المستفيد من القصة هو الراوي العربي المسلم ولذلك عندما تتفق المصلحة مع مصلحة الروات هذا دليل آخر على عدم مصداقية القصة إلى جانب كونها غير معقولة ولا منطقية نهاية الملحظة وفي السيرة النبوية لابن هشام عن ابن إسحق قال ابن إسحق وحدثني صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن يحيى بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة الأنصاري قال حدثني من شئت من رجال قومي عن حسان بن ثابت قال والله إني لغلام يفعت ابن سبع سنين أو ثمان أعقل كل ما سمعت إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب يا معشر يهود حتى إذا اشتمعوا إليه قالوا له وإذا كمالك قال طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به قال ابن إسحق فسألت سعد بن عبد الرحمن ابن حسان بن ثابت فقلت ابن كم كان حسان بن ثابت مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ مدينة فقال ابن ستين وقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وخمسين سنة فسمع حسان ما سمع وهو ابن سبع سنين يدعو لنا أن كلا من قصة إبراهيم الهقالية ومتى وابن هشام إنما يستحون من هذا النص المجازي أراه ولكن ليس الآن أفسره ولكن ليس قريبا يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل فيحطم طرفي موآب ويهلك كل بني الوغى سفر العدد 24 الآية 17 وفي موضع آخر يحكي ابن هشام الكهان والأحبار والرهبان يتحدثون بمبعثه قال ابن إسحاق وكانت الأحبار من يهود والرهبان من النصارى والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقاربا من زمانه أما الأحبار من يهود والرهبان من النصارى فأما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد أنبيائهم إليه فيهم وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن فيما تسترق من السمع إذ كانت هي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذكر بعض أموره لا تلقي العرب لذلك فيه بالا حتى بعثه الله تعالى ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فاعرفوها قذف الجن بالشهبي دلالة على مبعثه صلى الله عليه وسلم فلما تقارب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر مبعثه حجبت الشياطين عن السمع وحيد بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد الاشتراق السمع فيها فرموا بالنجوم فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من أمر الله فالعباد يقول الله تعالى بارك وتعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم حين بعثه وهو يقص عليه خبر الجن إذ حجبوا عن السمع فعرفوا ما عرفوا وما أنكروا من ذلك حين رأوا ما رأوا قل أحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرجل فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأننا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا الجن الآية 1 إلى 6 إلى قوله وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا الجن الآيات 9 إلى 10 فلما سمعت الجن القرآن عرفت أنها إنما منعت من السمع قبل ذلك لعد يشكل الوحي بشيء من خبر السماء فيلتبس على أهل الأرض ما جاءهم من الله فيه لوقوع الحجة وقطع الشبهة فآمنوا وصدقوا ثم ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم الأحقاف الآيات 29 والثلاثون وكان قول الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق الجن الآية 6 أنه كان رجل من العرب من قريش وغيرهم إذا سافر فنزل في واد من الأرض ليبيت فيه قال إني أعوذ بعزيز هذا الوادي من الجن الزيذة من شار ما فيه قال ابن هشام الرهق الطغيان والسفه والرهق أيضا مصدر لقول الرجل رهقت الإثم أو العسرة الذي أرهقتني رهقا شديجا أي حملت الإثم أو العسرة الذي حملني حملا شديجا وفي كتاب الله تعالى فخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا الكهف الآية 8 وقوله وَلَا تُرْهِقْنِ مَنْ أَمْرِي عُشْرَى الكهف الآية 7 ثقيف أول من فجعت برمي الجن قال ابن إسحاق وحدثني عقوب بن عدفة ابن المغيرة ابن الأخنس أنه حدث أن أول العرب فجعت الرمي بالنجوم حين رمي بها هذا الحي من ثقيف وأنهم جاءوا إذا رجل منهم يقال له عمر بن أمية أحد بني عذاج قال وكان أذهل العرب وأنكرها رأيا فقال له يا عمر ألم ترى ما حدث في السماء من القذف بهذه النجوم قال بلى فانظروا فإن كانت معالم النجوم التي اهتدى بها في البر والبحر وتعرف بها الأنواع من الصيف والشتاء لما يصلح الناس في معاشهم هي التي يرمى بها فهو والله طي الدنيا وهلاك هذا الخلق الذي فيها وإن كانت نجوما غيرها وهي ثابتة على حالها فهذا لأمر أراد الله به هذا الخلق فما هو يضيف المؤلف الرسول يسأل الأنصار عن قولهم في رجم الجن بالشهب وتوضحه إلى الأمر قال ابن أسحاق وذكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن عبد الله بن العباس عن نفر من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ماذا كنتم تقولون في هذا النجم الذي يرمى به قالوا يا نبي الله كنا نقول حين رأيناها يرمى بها مات ملك 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 ولد مولود مات مولود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك كذلك ولكن الله تبارك وتعالى كان إذا قضى في خلقه أمرا شمعه حملة العرش فسبح من تحتهم فسبح لتشبيحهم من تحت ذلك فلا يزال التشبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيسبح ثم يقول بعضهم لبعض مما سبحتم فيقولون سبح من فوقنا فسبحنا لتشبيحهم فيقولون ألا تسألون من فوقكم مما سبحوا فيقولون مثل ذلك حتى ينتهوا إلى حملة العرش فيقال لهم مما سبحتم فيقولون قضى الله في خلقه كذا وكذا للأمر الذي كان فيهبط الخبر من سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيتحدث به فتسرقه الشياطين بالسمع على توهم واختلاف ثم يأتوا به الكهان من أهل الأرض فيحدثوهم به فيخطئون ويصيبون فيتحدث به الكهان فيصيبون بعضا ويخطئون بعضا ثم إن الله عز وجل حجب الشياطين بهذه النجوم التي يقذفون بها فانقطعت الكهانة اليوم فلا كهانة وفي القرآن وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شريجا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رجدا الجن تسعة إلى عشرة وفي البخاري الحديث سبعمائة وثلاثة وسبعون حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عمانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظة وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظة وهو يصل بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا هو الله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهناك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرجل فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله على نبي صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن تعليق من عندي لاحظ سخافة كل هذه القصص ذلك أن محمدا نفسه ربما يكون واحدا من الكهنة ولهذا كان في قرآنه ناسق ومنسوخ لأنه لا يطلع على كل الغيب بل على بعض الغيب نهاية الملاحظة وروا أحمد بن حنبل الحديث 2478 حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الجن يسمعون الوحي فيستمعون الكلمة فيزيدون فيها عشرا فيكون ما سمعه حقا وما زاده باطلا وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب فشكوا ذلك إلى إبليس فقال ما هذا إلا من أمر قد حدث فبث جنوده فإذا هم بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين جبلي نخلته فأتوه فأخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض وهكذا رواه كذلك مسلم الحديث 449 والترمذي 3323 والنسائي 11626 النموذج الثالث للقصة الهاجالية في سفر رؤيا إبراهيم قصة مشابهة للنموذج الثاني للقصة التي يرويها لويس جزنبرغ لكن على لسان إبراهيم نفسه تحدث بها نفس أحداث القصة من أول سقوط ماراموذ على وجهه وحتى احتراق صنم باريسات وحديث إبراهيم عن معدن كل إله المصنوع منه ثم يستمر إبراهيم في الجدل مع أبيه بشأن عبادة النار أم الماء الذي يطفئها أم الأرض التي تبتلع الماء أم الشمس التي تجفف الأرض بل لا يعبد الشمس لأنها تأفل لما يحذ الليل ولا القمر والنجوم لأنها تذهب لما يحذ النهار ويقول له أنه سيفحث عن الإله خالق الأشياء كلها أمامه أي أبيه وهنا تنتهي القصة بوحي الله لأول مرة لإبراهيم بأن يخرج من بيت أبيه وتنزل صاعقة من السماء تحرق بيت الأبي تارح وما فيه من أصنام وتارح نفسه هنا نرى جدال إبراهيم يحدث مع أبيه وهو كبير السن وليس طفلا كما تقول قصصها قادية أخرى وهذه النسخة هنا أقرب إلى القصة القرآنية من غيرها حيث في القرآن كان جدل إبراهيم بصدد الشمس القمر والنجم يبدو من السياق أنه مع أبيه انظر كتابات ما بين العهدين الجزء الثالث الصفحة 569 دار الطليعة الجديدة سوريا للاطلاع على النص بتمامه النموذج الرابع للقصة الهاجادية جاء في الموسوعة اليهودية تحت عنوان إبراهيم في الأفكريفة والأدب الربيني تسرد الموسوعة ما حدث بعد تحطيم وحرق إبراهيم للأصنام وفقا لي ويرد المؤذف هنا مصدرا باللغة الإنجليزية جرب إبراهيم أمام نمرود والذي قال ألا تعلم أني إله وحاكم العالم لما حطمت صوري فقال إبراهيم إن كنت إلها وحاكم العالم لماذا لا تجعل الشمس تشرق من الغرب وتأفذ في الشرق إن كنت إلها وحاكم العالم أخبرني كل ما في قلبي الآن وما سوف أفعل في المستقبل شده نمرود أكمل إبراهيم إنك ابن كوش فإن مثله أنت لم تستطع حتى حفظ أبيك من الموت ولا أنت ستهرب منه ويسرد دكتور كلير تزل في كتابه مصادر الإسلام صياغة للقصة هكذا ورد في مدراش ربا الفصل 17 في تفسير تكوين 15 الآية 7 أن التارحة كان يصنع الأصنام فخرج مرة إلى محل ما وأناب عنه إبراهيم في بيعها فإذا أتى أحد يريد الشراء كان إبراهيم يقول له كم عمرك فيقول له عمري خمسون أو ستون سنة فكان إبراهيم يقول له ويل لمن كان عمره ستين سنة ويرغب في عبادة الشيء الذي لم يظهر في حيجز الوجود إلا منذ أيام قليدة فكان يعتاري الرجل الخجل وينصرف إلى حادث بيذه ومرة أتت امرأة وفي يدها صحن دقيق قمح وقالت له يا هذا ضع هذا أمامهم فقام وأخذ عصا في يده وكسرها كلها جذاذا ووضع العصا في يد كبيرهم فلما أتى أبوه قال له من فعل بهم كذلك فقال له إبراهيم لا أخفي عليك شيئا إن امرأة أتت معها صحن دقيق قمح وقالت لي يا هذا ضع هذا أمامهم فوضعته أمامهم فقال هذا أريد أن آكل أولا وقال ذلك أريد أنا أن آكل أولا فقام كبيرهم وأخذ العصا وكسرهم فقال له أبوه لماذا تلفق علي خرافة فهل هذه الأصنام تدرك وتعقل فقال له إبراهيم ألا تسمع ذناك ما تتكلم به شفتك فألقى والده القبض عليه وسلمه إلى نمرود فقال له نمرود فلنعبد النار فقال له إبراهيم فلنعبد المياه التي تطفئ النار فقال له نمرود فلنعبد المياه فقال له إبراهيم إذا كان الأمر كذلك فلنعبد السحاب الذي يجيء بالمياه فقال له نمرود فلنعبد السحاب فقال له إبراهيم إذا كان الأمر كذلك فلنعبد الرياح التي تشوق السحاب فقال له نمرود فلنعبد الرياح فقال له إبراهيم فلنعبد الإنسان الذي يقاوم الرياح فقال له نمرود إذا كان مرادك المحاولة فأنا لا أعبد إلا النار وها أنا ألقيك في وسطها وليأتي الله الذي تعبده وينقذك منها ونزل إبراهيم في أتون النار ونجأ ثم يرد المؤلف عددا من المصادر باللغة الإنجليزية ملاحظة المؤلف ورد في جين ر اكس 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 آراء تقول أن عمر إبراهيم عندما عرف الرب كان ثلاث سنوات ورأي آخر قال عشر سنوات ورأي ثالث قال ثمانية وأربعون سنة قارن مع سورة الأنعم وكذلك نري إبراهيم ملكة السنوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرقتم ولا تخافون أنكم أشرقتم بالله ولا تخافون أنكم أشرقتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتد وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم الأنعام 75 إلى 83 وشورة مليم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا تعليق من عندي وهل أثبت المسلمون أن إلههم يبصر أو يسمع أو يتكلم حتى يعني مضحك جدا نهاية التعليق يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون لشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لأن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال السلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان أبي حفية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عالية سورة مريم واحد وأربعون إلى خمسون وسورة الصافات وإن من شعاته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنهم مدبرين فراع إذا آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراق عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين الصافات 83 إلى 98 ومن سورة البقرة ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأت بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم والظالمين البقرة 258 تعليق من عندي طبعا هذا السؤال ينطبق على إبراهيم نفسه ونحن نتحداهم أن يأتي إذاههم بالشمس من المغرب كما تأتي من المشرق نهاية الملاحظة قصص معادات أبي إبراهيم آزر لإبراهيم قصص اتخاذ أبي إبراهيم صناعة الأصنام حرفة له ومعاداته لإبراهيم في القرآن غير موجودة في التوراة ومصدرها قصص الهاجادة نلاحظ أن نصوص القرآن والأحاديث جعلت شخصية آزر أبي إبراهيم شخصية سوداء سوادا مطلقا بطريقة الأعمال الأدبية والفنية الرديئة الدينية بنمط الأسود المطلق والأبيض المطلق بمعنى أن شخصية شريرة الشر المطلق ولا خير فيها وهو ما يجعلها شخصية غير واقعية وسخيفة ويقول القرآن أنه ظل كافرا وثنيا حتى موته مثل ما تقول إحدى القصص الأفكريفية وهي التي في سفر رؤيا إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي إذ قال لأبي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يفسر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا شوية يا أبتي لا تعبر الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقية فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عالية مريم 41 إلى 50 وأتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم آباءكم الأقدمون فإنهم أعدون لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرثته فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هبلي حكيما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واخفر لأبي إنه كان من الظالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إذا من أطلها بقلب سليم الشعراء سبعون إلى تسعة وثمانون هذه الآيات تبدئ بالفعظ مثل الشعر تماما والآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم التوبة مئة وثلاثة عشر إلى مئة واربعة عشر وروى البخاري الحديث ثلاثة ألاف وثلاثمائة وخمسون حدثنا سماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عبد الحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغفرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما تحترج ليك فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيأخذ بقوائمه فيلقى في النار نهاية الحديث أما القصة التي في الهاجادة تزعم أن أبا إبراهيم تارح هاجر مع إبراهيم وآمن به ودخل الجنة رغم أنه قضى معظم أيامه في الإثم وكان إثمه الأعظم تعريضه حياة إبراهيم للانتهاء على يدنا مرود ثم يرد المؤلف عددا من المصادر باللغة الإنجليزية يبدو أن الهاجادة كتبها أشخاص كثير منهم يحبون الصورة البيضاء والتورية المتفائدة وكتبوا كذلك عن إيمان فرعون عنوان وهي آية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإبراهيم الذي وفى جاء في القرآن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين سورة البقرة 124 والآية وإبراهيم الذي وفى النجم 37 وأحترم فسروا القرآن وكتبت قصص الأنبياء ما هي هذه الكلمات لأن محمدا ألمح لها فقط ونسي أن يفسر لأدباعه وأصحابه ما هن أولئك الكلمات ونحن نجيب على سؤال المسلمين الذين لم يمكنهم الإجابة عليه لقرون طوال من خلال هذا النص الهاجادي الذي لا يوجد ما يماثره في التوراة إبراهيم يرحل إلى كنعان تأتي هذه القصة بعد نموذجي قصة إلقاء نمرود إبراهيم في النهار التنور بعشر إغواءات اختبارات أغوية اختبر إبراهيم وغلبهن كلهن موريا كم هي عظيمة محبته لله الاختبار الأول الذي أخضع له كان المغارة من أرضه الأصلية كانت المشاقة التي صادفها عديدة وعشرة وكان متضايقا لترك بيته بالإضافة إلى ذلك فقد تحدث إلى الرب وقال ألن يتحدث الناس عني ويقولون أنه يسعى لجلب الأمم تحت أجنحة الشكينة رغم أنه يترك أباه العجوز في حارانة ويرحل لكن الرب أجابه وقال أطرد كل اهتمام يتعلق بأبيك وأقربائك من أفكارك رغم أنهم يتكلمون كلاما لطيفا لك لكنهم كلهم لهم رغبة واحدة أن يخربك ثم ترك إبراهيم أباه في حاران وارتحل إلى كنعان مصعوبا ببركة الله الذي قال له سأجعلك أمة عظيمة وسأباركك وأجعل اسمك عظيما سفر التكوين ملاحظة المترجم هذه الثلاث بركات كنا لإبطال العواقب السيئة التي خاف أن تعقب هجرته لأن السفر من مكان إلى آخر من شأنه إعاقة زيادة إسرته ويقلل ممتلكات الإنسان ويقلل المقام الذي يتمتع به الإنسان أعظم البركات كلها رغم ذلك كانت قول الرب وتكون بركة معنى هذه أنه من كان له علاقة بإبراهيم بورك حتى البحارة في البحر كانوا مدينين له بالرحلات الموفقات بالإضافة إلى ذلك مدى الرب الوعد إليه إلى الوقت الذي يأتي حين يصير اسمه مذكورا في البركات فيسبح للرب كدرع إبراهيم منزلة لم تمنح لأحد آخر من الفانين سوى لداود لكن الكلمات سوف تكون بركة ستنجز فقط في العالم الآتي عندما ستعرف بذرة إبراهيم ونسره بين الناس بالبذرة التي قد باركها الرب ملاحظة المترجم أو كما في الترجمة العربية للنص المستشهد به هنا في هذه الأسطورة ويعرف بين الأمم نسرهم وذريتهم في وسط الشعوب كل الذين يرونهم يعرفونهم أنهم نسر باركه الرب الشعياء 61 آية 9 نهاية الملاحظة عندما أمر إبراهيم أولا بمغادرة وطنه لم يخبر إلى أي أرض سوف يرتحل كل الأعظم سيكون مكافأته لتنفيذه أوامر الرب وأظهر إبراهيم ثقته بالرب لأنه قال أنا مستعد للذهاب إلى حيث ما تأمرني ثم أمره الرب بالذهاب إلى أرض بها سيتجلى له وعندما ذهب إلى كنعان بعدئذ ظهر الرب له وعرف أنها الأرض الموعودة إلى آخره فقرأت أسطورة أخرى عن دخول كنعان ورؤيته لها وبنائه مذبحين للرب في مكانين مختلفين كما جاء في التوراة وهنا ملاحظة للمترجم وهما وردا في التوراة وكانا صفاوين يعني عصوين مدهونين بالزيت المقدس وليس مذبحين ما يدل على الأصل الوثني لليهودية ثم أصر التفريد قبل التوحيد اليهودي نهاية الملاحظة وقول الله له أنه سيعطي نسله الأرض إلى آخر المزاعم الإسرائيلية القذرة التوراةية ملاحظة من عندي أنا لا أتفق مع التعبير الأخير ولكن أنا قرأت النص كما هو نهاية الملاحظة وأنه لما جاء إلى ما بين النهرين وآرام النهرين وجل الناس يأكلون ويشربون ويتصرفون بإسراف لذلك دع الله أن لا يسكن في هذه الأرض ثم لما وصل إلى كنعان رأى الناس قد كرسوا أنفسهم بكتح لتعاخد الأرض لذلك دع الله أن يسكن في هذه الأرض ملاحظة المترجم أن هذه أول مرة وآخر مرة ربما في حياتي أرى نصا يهوديا يمدح الكنعانيين نهاية ملاحظة المترجم ثم يرد المؤلف بعضا من المصادر باللغة الإنجليزية يضيف قارن معه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ويكرر الآيات سورة مريم من 41 إلى 50 ومن سورة العنكبود وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبده واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إذا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير تعليق من عندي لا طبعا لم نرى أي شيء يخلق من قبل الله نهاية التعليق يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكن من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآية الله ولقائه أولئك يأس من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم الناصرين فأمن له لوط وقال إن مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وأنه في الآخرة ذا من الصالحين العنكبول 17 إلى 27 وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبد إلا الذي فطارني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعدهم يرجعون الزخرف 26 إلى 28 إن أولئك الأساطير عن أبي إبراهيم وقوم إبراهيم العاصين الوثنيين ومحاولتهم إلقاءه وقتله في نار الأتون وهجره لهم واعتجالهم وهجرته بناء على تلك القصة لا يوجد في التورة أما قول النص الهاجادي كل الأعظم سيكون مكافأته لتنفيذ أوامر الرب فهذه الجملة تذكرنا بعدة أحاديث وآيات محمدية ومن ذلك مثلا روى البخاري الحديث أربعة ألاف وشرتمائة واثنان وخمسون حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أخبرنا المغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشرون إلى الله حفاتا عراتا غرلا ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إننا كنا فاعلين إلى آخر الآية ثم قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصيحا بي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم الحديث أربعة ألاف وسبعمائة وأربعون حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان شيخ من النخاع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم عشورون إلى الله حفاتا عراتا غورلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ثم إن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا إنه يجاء برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقال لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت إذا قوله شهيد فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم الحديث 3447 حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عرات غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إننا كنا فاعدين فأول من يكسى إبراهيم ثم يأخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال فأقول أصحابي فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكم قال محمد بن يوسف ذكر عن أبي عبد الله عن قبيسة قال هم المرتدون الذين ارتدوا على أهل أبي بكر فقاتلهم أبي بكر رضي الله عنه تعليق من عندي الحديث واضح في أن أصحاب محمد هم المرتدون وهذه الإضافة إنما أضافوها لكي يهربوا من حقيقة أن هذا الحديث يطابق كلام الشيعة عن أن أصحاب محمد ارتدوا بمجرد وفاته نهاية الملاحظة ورواه مسلمون وأحمد وروا الإمام مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم الحديث 2369 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر وابن فضيل عن المختار حاء وحدثني علي بن حجر السعدي واللوظ له حدثنا علي بن مسهر أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام وهنا ملاحظة للمؤلف إلا أن سفر الخمسينات فالإصحاحات خمسة عشر إلى ثمانية عشر يورد أن إبراهيم ابتلي أولا بفتنة قومه الذين أرادوا حرقه ثم الجوع ثم خطف فرعون لجوجته ثم ختان نفسه وأبنائه وعبيده ثم طال إسماعيل وهاجر إلى صحراء فاران بسيناء ثم الشرع في ذبح ابنه إسحاق هنا نجد رواة الأحاديث ربما اقتربوا إلى حد ما وبالصدفة من التفسير السليم للآية القرآنية وفق الخرافات والتقاليد اليهودية عن الشخصية الأسطورية إبراهيم حيث ذكروا أن الكلمات هي الختان وقص العانى وندف الإبط ثم يورد المؤلف اقتباسات طويلة من التراث اليهودي عن إبراهيم نقرأ ومع نسلك من بعدك جيلا بعد جيل مثل عهد خالد حتى أكون إلهك وإله نسلك من بعدك سأعطيك كما ولنسلك من بعدك البلد الذي هاجرت باتجاهه بلدك عن الذي ستحكمه إلى الأبد وسأكون إلههم عنوان تأسيس الختان يقول النص وقال الرب أيضا لإبراهيم احفظ ميثاقي أنت ونسلك من بعدك اختنوا جميع أطفالكم الذكور اختنوا قلفتكم وسيكون ذاك علامة ميثاق خالد بيني وبينكم ستختنون بعمر ثمانية أيام جميع ذكور عائلتكم والعبد المولود في بيتكم والذي تشارونه بالذهب وحتى ما تكونون قد اكتسبتموه كأطفال من غريب ليس من عرفكم فذيختن العبد المولود في بيتك بشكل جيد سيكون ميثاقي في جسدكم مثل عهد خالد فإذا وجد ذكر غير مختون والذي لم تختتن قلفته في اليوم الثامن فإن هذه الروح تستأصل من شعبها لأنه بها يخرق ميثاقي وقال الرب أيضا لإبراهيم واسم زوجتك سارايا لن يعود من بعد ساراي بل ستسمى سارا وسأباركها وبها سأعطيك ابنا سأباركه وسيصبح شعبا ومنه سيخرج ملوك أمم فوقع إبراهيم وجهه على الأرض واغطبط وقال في قلبه أيولد ابن بعمر المئة وسارة التي عمرها تسعون سنة هل تنجب؟ وقال إبراهيم للرب هل يمكن الإسماعيل أن يحيى أمامك؟ وأجاب الرب بلا لكن سارا ستنجب لك ابنا وستسميه إسحاق وسأعقد ميثاقي معه ميثاقا خالدا يسري أيضا على نسله من بعده وبالنسبة لإسماعيل فقد سمعتك سأباركه وسأجعله ينمو ويتكاثر كثيرا وسيلد إثني عشر ملكا وسأجعل منه أمة كبيرة لكن ميثاقي سأعقده مع إسحاق الذي ستنجبه سارة في هذا العصر في العام القادم وكفى الرب عن التكلم مع إبراهيم وارتفع فوقه وعمل إبراهيم كما قال له الرب فأخذ إسماعيل ابنه وجميع العبيد المولودون في بيته والذين كان قد اشتراهم بالذهب جميع ذكور بيته وخطن قلفاتهم وفي الوقت نفسه في هذا اليوم خطن إبراهيم وخطن معه جميع رجال بيته العبيد المولودين في بيته وجميع الذين كان قد اشتراهم بالذهب من بين الأطفال الغرباء عنوان قانون الختان يقول النص ويسري هذا القانون على جميع الأجيال إلى الأبد ولن ينقص يوم واحد من هذه الأيام الثمانية ولن يزاد عليها إنه أمر دائم مرتب ومدون على الألواح السماوية وكل مولوده جسد جديد لا يختن في اليوم الثامن لا ينتمي لأطفال العهد الذي عقده الرب مع إبراهيم بل لأبناء الهلاك كذا لن يكون عليه علامة الانتماء للرب بل علامة تنذره للهلاك والدمار على الأرض والاستئصال لأنه خرق مثق الرب إلى هنا لقد تم خلق جميع ملائكة الوجه وملائكة التقديس على هذا النحو منذ يوم خلقهم وقد قدس الله إسرائيل على غرار ملائكة الوجه وملائكة التقديس حتى يبقى معه ومع ملائكته القدوسين ملاحظة من عندي يجب أن نعرف أن عادة الختان قد أخذها اليهود من الفراعن القدماء وأيضا كان يعمل بها في شعوب أخرى قديمة نهاية الملاحظة نقرأ في النص وأنت أوصي أبناء إسرائيل أن يحفظوا علامة هذا المثاق في كافة أجيالهم كأمر أبدي ولن يستأصلوا من الأرض لقد أسس الأمر كأهد لكي يحفظا دائما بين أبناء إسرائيل لأن أسماعيل وأبنائه وإخوته وعيسو لم يقربهم الله منه ولم يصطفهم على الرغم من أنهم أبناء إبراهام وأنه يعترف بهم فإسرائيل الذي اختاره ليصبح شعبه وقدسه وجمعه من بين البشر كلهم كثيرة هي الأمم وكثيرة هي الشعوب وهي كلها له وقد أعطى القدرة عليها كلها لأرواح لكي تضلها بعيدا عنه لكنه لم يعطى على إسرائيل القدرة لأي ملاك ولا لأي روح هو وحده أزملك وهو وحده الذي يحفظها وهو الذي يطلبها قرب ملائكته وقرب أرواحه وقرب جميع قواته لكي يحفظها ويباركها ولكي تكون له وهو لها من الآن وإلى الأبد والآن فإنني أعلن لك أن بني إسرائيل سينقضون هذا الميثاق ولن يختنوا أبناءهم وفقا لهذا القانون كله فيختنوا أبناءهم سيكونوا من الذين يتركونه من القلفة إلى الختان وجميع أبناء بلعالة سيتركون أبناءهم غير مختونين كما ولدوا وسيكون غضب الرب عظيما على أبناء إسرائيل لأنهم سيتخلون عن ميثاقه ويهملون كلامه ويثيرون غضبه ويجذفون دون أن يفو بما تطلب هذه الشريعة وفي الواقع فإنهم سيصبحون مثل الوثنيين ومنذورين للاختفاء والاستئصال ولن يكون لهم أبدا مغفرة ولا صفح لكي يصفح ويعفو عن إثم هذا الضلال كله تعليق من عنده يعني هذا الإله يبدو فعلاً بغاية الغباء ونحن أيضاً نلاحظ أن المسلمين يطبقون هذه الشعيرة بتمامها وكمالها بمعنى أنهم أخذوها من اليهود نهاية الملاحظة عنوان بشارة سارة الفصل السادس عشر وفي بداية الشهر الرابع ظهرنا لإبراهيم قرب بلوطة مبري وكلمناه أننا نحن الذين أعلمناه أن ولداً ستنجبه سارة زوجته وضحكت سارة عند سماعها قولنا هذا لإبراهيم وقد لمناها لذلك فخافت ونفت أن تكون قد ضحكت لهذه الكلمات فقلنا لها اسم ابنها كما هو مقضي ومدون على الألوح السماوية إسحاق وفي الوقت الذي جئنا فيه إليها في الشهر السابع حملت ابناً ملاحظة من أندي اسم إسحاق يعني ضحكة وهذا لأن سارة ضحكت عندما بشرت بهذا الاسم نهاية الملاحظة عنوان دمار سدوم وفي الشهر نفسه نفذ الرب العقابة بشدومة وغامورة وسيبوييم وكافة نواحي الأردن فأحرقها بالنار والكفريت ودمرها وهي لا تزال اليوم ويفقاً لما كنت قد أعلمتك به عن سلوكهم كله بما هم ضالون وآثمون كبار كانوا يتدنسون ويجنون بأشهادهم ويمارسون النجاسة على الأرض وبالطريقة نفسها سينفذ الرب العقابة بالأماكن التي تمارس فيها النجاسة نفسها التي في سدوم كما فعل بسدوم لقد أنقذنا لوطاً لأن الرب كان قد تذكر إبراهيم وجعله يمضي من قلب الكارثة لكن لوطاً وبناته اقترفوا على الأرض خطيئة لم يرتكب مثلها على الأرض أبداً منذ أيام آدم حتى ذلك الوقت رجل ينام مع بناته ذلك ما كان قد أمر به ونقش على الألواح السماوية حول موضوع عرقه كرده يجب استئصاله وإبادته وتنفيذ عقابهم كما تم ذلك بسدوم وفي يوم الحساب لا تتركوا لهذا الإنسان أي نسل على الأرض عنوان ودادة إسحاق وفي هذا الشهر مضى إبراهيم إلى الحبرون وذهب ليسكن بين قاديش وشور في أرض جرار وفي منتصف الشهر الخامس مضى من هناك وسكن قرب بئر القسم وفي منتصف الشهر السادس زار الرب سارتها وعمد معها كما كان قد قال وحمدت ووضعت ابنا في الشهر الثالث في منتصف الشهر في الوقت الذي كان الرب قد كلم إبراهيم وقت عيدي بواكير الحصد ملاحظة من أندي هل هذا يعني أن الله قد قام بعملية جنسية مع سارة نهاية الملاحظة وولد إسحاق وختن إبراهيم ابنه في اليوم الثامن وكان أول من يختن وفقا للميثاق المؤسس للأبد وفي السنة السالسة من الأسبوع الرابع ذهبنا لنجد إبراهيم قرب بئر القسم فظهرنا له كما كنا قد قلنا لسارة إنا راجعون إليها وإنها هي نفسها ستحمل ابنا وعند العودة في الشهر السابع وجدنا سارة التي كانت قد حمدت بوجودنا فبارقناه وعلنا له كل ما كان قد رتب بشأنه فلن يموت قبل أن يكون قد أنجب ستة أبناء أيضا وسيراهم قبل موته إنما بفضل إسحاق سيخلدوا ذكر اسمه وعرقه وسيكون جميع أنساء لأبنائه الآخرين من المشركين وسيعدون مع المشركين ولكن أحد أبناء إسحاق سيصبح سلالة ولن يعد بين المشركين سيصبح حصة العلي وسيحقق لسلالته أن تكون بين الذين يعبدون الله بحيث تكون إرثا للرب بين جميع الشعوب وتصبح مركا وكهنوتا وشعبا مقدسا ثم عدنا أدراجنا وأعلنا لشارة كلما كنا قد قلناه لإبراهام واغطبط الإثنان بفرح عظيم عنوان احتفال المضال وبنى إبراهام هنا مذبحا من أجل الرب الذي كان قد حرره والذي كان قد أعطاه هذا الفرح في بلد إقامته وفي هذا الشهر أقام عيزا سعيدا طيلة سبعة أيام قرب المذبح الذي كان قد بناه عند بئر القسم وبنى أيضا خياما له ولخدمه بمناسبة العيد وكان أول من احتفل على الأرض بعيد المضال وخلال الأيام السبعة استمر في تقديم محرقة للرب في كل يوم على المذبح ثوران وكفشان وسبع نعاج وتيسا صغيرا ذبيحة من أجل الخطيئة تكفيرا له ولذريته وكذبيحة ضادة قدم سبعة كيفاش وسبعة جديان وسبع نعاج وسبعة كيوس كما والتقدمات والسكيب المرافقين وأحرقها فوق الشحم كله على المذبح تقدمة مختارة وبرائحة عذبة وأحرق الطيوب صباحا ومساء البخور والحلبين والبان جاوة والنار دين والمر والصبر والعطرة والقصط وقدمها السبعة كلها مشحوقة بنسب متشاوية تماما وممزوجة ونقية واحتفل بالأيذ سبعة أيام مغطبطا من كل قلبه ومن كل روحه هو وجميع الذين كانوا في بيته ولم يكن معه أي غريب ولا أي شخص لم يكن مختونا وبارك خالقه الذي خلقه في جيره لأنه خلقه بنعمته وكان يعرف تحديدا أنه منه إنما سيتأتى زرع للبر لأجيال خالدة ومنها إنما بذار مقدس مخصص ليكون موافقا للذي صنع كل شيء وباركه إبراهام واختبط ودع هذا العيد عيد الرب يوم فرح رائع للملأ الأعلى وقد باركنا إبراهام للأبد كما ونسله وذريته في الأجيال الأرضية لكلها لأنه احتفل بهذا العيد في وقته وفقا لتأكيد الألواح السماوية ولهذا فقد فرض في الألواح السماوية بالنسبة لموضوع إسرائيل أن يحتفل بعيد المضال بابتهاج وسرور طيلة سبعة أيام وفي الشهر السابع الأمر المحبب في نظر الرب وقانونا أبديا يسري على كافة الأجيال سنة بعد سنة وليس من نهاية لهذا في الزمن فهو مؤسس للأبد بالنسبة لإسرائيل الاحتفال بالأيد والسكن في أكواخ ووضع التجان على الرأس وحمل أغصان الجثل وجذور صرصاف الوليان وقد أخذ إبراهام أوراق النخيل وثمار شجر طيب وكان في كل صباح يوم يدور سبع مرات حول المذبح وهو يمسك بالأغصان وكان يسبح ويعبد ربه بكل فرح تعليق من أندي هذا يذكرنا بالطواف حول الكعبة نهاية الملاحظة إلى الضقاء في القسم القادم